هذا البرنامج برعاية صهيونية ماسونية كثرة هذا البرنامج يروج للإسرائيليات والبرازيليات والحريات هذا البرنامج مزيج من التفكير والفن ولكن احذروا إن بعض الفنيث رمضان كريم اشتركوا في القناة بتقولوا له ايه في مصر عنب عنب؟ سبحان الله بس أنا اكتشف إنكم تحبوا المنجة من أكتر الشعوب اللي بتحب المنجة عشان ما فيش منجة زي المنجة المصرية يا راجل يعني المنجة أمريكا اللاتينية ما ملكمش فيها لا 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 فيش المنجة المصرية وفي نوعين من المنجة بس المنجة العويسي والمنجة الإسماعيل لاوي وفي خناقة إيه اللي أحسن منهم ما يشلسي بعد كده الهندي منجة هندي برضه نعم تحب الكيوي؟ مش قوي تحس كده أنه فيها حموضة مش لذيذ طب الرمان؟ الرمان ده ملك الفواكه ريلي ده فاجهة أهل الجنة أيوة إحنا جايين دلوقتي لسوق خضار القرآن الكريم القرآن الكريم تكلم عن العنب قال لك وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعنام شفت؟ شفت؟ حاجة حلوة بتحب التين؟ أنا بحب التين الشوكي والتين والزيتون وطور السنين ما ترجع للإسلام شفت؟ عشان المذكورة عشان التين عشان التين والزيتون آه ما ترجع هو لو فيه مانجة في القرآن كنت ترجع بس ما فاتيته المانجة يعني هو أهم الفواكه عندي هي المانجة والبطيخ ما فيش بطيخ والأتنين مش مذكورين في القرآن فما يلزمونيش بس مذكور حاجات تانية مثلا هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشة والنقل والزرعة واختريفا أكله والزيتون والرمان مش عارف دخل الزيتون في النص ليه؟ متشابها وغير أنت بتحب المتشابه ولا غير المتشابه؟ الزيتون ده بخلل إيه اللي دخله في وسط الفواكه؟ يا أخي ماشي ما يخلطش الخضار والفكهة انت لو فضلت على كفرك وتوفاك الله على الكفر والعياد والله إن شاء الله بيدني بواحد أحد وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين أنت هتكون من أصحاب الشمال وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين فيه سدر المخدود وطلح المندود السدر المخدود عارف هو إيه؟ خايف مخدود أولا لا مش مخدود مش دي مخدود ده يقولك ده النبق عارف النبق؟ اللي بسموه باللبناني عن ناب أيوة النبق ده بقى اللي هو مخدود يعني من غير شوك وطلح المندود ده الموز شفت؟ قرآن ده كاري الموز طيب هتروح ما فيش موز في جهنم سدان لا في جهنم بس حتلاقي منغة وبطيخ في سورة أعرفها؟ سورة إيه؟ عبس وزيتونا ونخلا وحضائق غلبة أي حضائق غلبة دي؟ الغلب هو اللي احنا فيه دلوقتي وفي غلبة كتر من كده؟ وزيتونا ونخلا وحضائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم برضو أبا دي مش عارف لها أرار فاكهة وعرفناها إيه أبا دي بقى؟ دلوقتي لو هو عايز يغنينا يعني يغرينا يغرينا بالأب أنا عايزة عارف إيه هو الأب أروح سؤال عن الخضار كيلو أب الله يخبرك اتنين كيلو أب رح وولمارت من غير بيزرتو كارفور ويسأل اتنين كيلو أب هايبصلك كده وولك امشي أدى من هنا ده عمر الخطاب نفسه اللي بيقولك فاهم عربي ومش عارفيه لما قرأ سورة عبس قال عرفنا ما الفاكهة فما الأب وبعدين تراجع مع نفسه وقال عمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف أنت حتفكر وحتسأل أنت المفوت تاخدها زي ما هي كده وتشرب مياه وراها وخلاص بس عايزين أني أعرف أنت بتغرينها بحاجة مش المفوت بتغرينها بحاجة أنا عايز أعرف أعرف اللي عندي إيه هي What am I missing أدمن بقى عارف سورة الرحمن بتعجبني عشان فيه أين 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 فيه ما ولمن خاف مقام ربه جنتان مش جنة واحدة جنتان You will miss You will miss a lot هوا الجنة الوحدة بتكون كبيرة وفيها أصر وفيها ح هعمل بالجنتان هعجرها AirBnB آه مثلا حد كل كده ماشي في الشارع يعني homeless زي عاد الإمام تروح تروح السعودية بقى وتجيب بقى مروحتين جنتين وتجيب مروحتين تتبيع واحدة وتبقى دي دخلت دي ما هي دي قالك لمن خاف مقام ربي جنتان هي للقافية كده مش حتيك جنة فعشان هي فبأي آلاء ربكما تكذبان قالك لمن خاف مقام ربي نعملين نعملين جنتان ندحان فبأي آلاء ربكما دوات أفنان فيهم عينان تجريان فيهم من كل فاكهة زوجان زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة البتنجان تشعرفها هو فيهم من كل فاكهات زوجان احنا بنعمل ايه اوكي انا عندي مثلا كيوي في دابل كيوي نعمل ايه بالتانية هو جستن كايز انك تطلع من الجنة لهاي واحد هوملز في الشارع كده في شارع الكوتر هتقول تفضل دي واحدة ليك واحدة ليك فيهم منجتان حتى الرمان انا بلاقيه الدكر في سورة الرحمن عشان بس بييجي مع القفل الان مش هينفع الكيوي مش هينفع موز المانجا طلح المندود ما تمشيش طب ازيه عرفت انت طلح المندود هي الموز ما هو اختلف اهل التفسير اختلف اهل ما هو هو فيهم قالك هي فكهة فطلح طلح مندود مندود لا ده مش الموز الطلح المندود ده هو لا هم قالوا الموز اه لا استدري المخدود اه والطلح المندود اه ده الموز اه طب انا بروح الواحد اقول له ديني اتنين كيلو طلح مندود اه تعرف انه مثلا الطماطم والبطاطس مش مذكورة خالص ما هو دول اكتشفوهم لما رحوا امريكا البندورة ما هو بيسموها بندورة كي اسمها ايه بومودورو فدلوقت يسميها بندورة بندورة دي جاية من ساوس امريكا من امريكا اللاتينية البطاطس ودخلت اوروبا في قرن 16 اه لما رحوا لما كلومبوس وشياء في امريكا وحتى الطماطم كانوا بيعتقدوا انه مسمومة اي فكهة لونها احمر لان اللون الاحمر في الطبيعة هو لون السم النباتات المسمومة في الغلب كان بيبقى لونها احمر فكانوا الدكاترة بيحذروا الناس من اكل الطماطم لمدة قرنين يعني ابتدوا في القرن 18 كده ايه يتعودوا ويأكلوا طماطم ده حتى البداية حتى القرن 19 جنرال اسمو جونسون اعتقد جبهة لامريكا وعمل يعني زي جمع الناس يا قوم يا قوم واكلها بنفسه عشان يسجقوه هل هل هدلكم على فاكهة فاكهة ما كانوا بيعتبرها فاكهة الاول فاكلها وكانوا بينتظروا حيموت قدامهم بعد كده وقعوا في حب وغرام البنادورة الطماطم احنا بنقول لها مطيشة احنا بنقول لها اقوطة مجنونة اقوطة ايوة ايوة فمش مذكورة في القرآن مبيش منجة مفيش طيب انا عايز هو القرآن واقف عند القرن الاربعتاشر في كل حاجة ولم ينظر الى قرن واحد فيما بعد وقال مش حاجيلك لقرن الستاشر ويكتشف ايه اللي كان حاصل فيها وغن يعرف حاجة قالك فيهما فاكهة ونخل ورمان نخل دي ما كانوش امبريست اوي بالنسبة للعرب انه عندهم نخل بس الفواكه كانت ندرة تب شايف انه بيدكر الحاجات اللي كان بيشوفها يمكن في الشام ما هو الحاجات اللي كان يشوفها في الشام عينب رمان حاجات كده يجي غريهم بالحاجات هتروحوا الجنة وعندكم هتفضلوا تاكلوا فاكهة بقى ورمان لحد الصبح ما هو ده كان التصور للرجل الغني اللي هو يبقى قاعد وقدامه طبق فاكهة ايوا نحن نعتبر احنا للوقت في قلب الجنة بلاس المانجا وبلس التفاح ما عادة جابش زيرة التفاح هو كمان لا لا التفاح ما فيش يعني احنا زايدين على الجنة الكيوي والمانجا والتفاح اه في طلح منضود برد في طلح منضود ده موجود في الجنة اه هو تفتكر انه القرآن لو ما كانش ابن بيعته ما كان ربنا عارف انه حتيجي بطاطس وحتيجي طماطم وحيجي كيوي حيجي منجا عارف انه في حاجة اسمها امريكا الجنوبية كان قال لهم وفاكهة ستظهر في القرن السادس عشر تأتي من ألوان مختلفة من البشر حاجة اي حاجة اي حاجة من حاجات دي كده طب دلوقتي لو احنا وصلنا للختام ماذا استفادت الامة من فواكه القرآن والله يعني الرسول لما ذكر هذه الاشياء العرب بيقولك رئهم جري يا سلام تعود انه هنأكل فكهة هنروح الجنة ونأكل فكهة هنروح الجنة ونأكل فكهة هما عايشين في الصحراء عايشين على عصير سن الماعز وتمرتين وبول البعير وبول البعير فلما تقولهم بقى نخل ورمان وموز بقى يقولك انا عايش الجنة دي انا عايش اروح انا روح الجنة دي حلم الصحراوي الجوعان العطشان المحروم ربنا لا يحرمكم من اي نعمة وان شاء الله دايما عامر بالفواكه عندكم لكن من كرمكم وجودكم اعملوا لايك وشير ونلقاكم في الحلقة القادمة